اتعلموا مني يابلي ما رح واحد فهذا شي يعني مرهق جدا طيب ما هو الحل الحل عندنا هنا استبدال في وورد نحط من هنا ثم نحدد على الكلمة اللي احنا نبغاها نحط لها كوبي نسخ او نسخ يعني طيب ونقول هنا طبعا ما نحدد شي ونقول استبدال الكل اللاحظ انه تم استبدال جميع يعني اه القارئ القارئ كلها انحذفت من عندنا تمام طيب عندني او عندي الان اه صورة مثلا راح اغيرها بدل ما احط ما ابغى صورة مثلا ابغى مثلا كلمة اه القرآن مثلا بدل يبدل لي الصورة في جميع لانتوا تشاهدون صورة 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 فطريقة التقليدية يعني اني هنا احط مثلا القرآن القرآن واتعب كذا تمام نحط استبدال ثم نحط صورة اللي هنا نحدد عليها نسخ تمام ونحط واش تريد تستبدالها فيه بعدين احط استبدال الكل اللاحظ انه يعني اه دمج بين هذه وهذه فايش نسوي نحط كنترول زد او تراجع من هنا خلنا نحط تراجع من هنا تمام رجع رجع فنحط هنا مسافة لابد ان نحط هنا مسافة على حسب يعني النمط اللي انت تبغاه بعدين نحط استبدال الكل لقد استبدالنا تميع وقد استبدال يعني مئة واربطعش كلمة طيب مثلا ابا استبدالها بواحد اثنية ثلاثة مثلا على سبيل المثال بعدين مسافة استبدال كل عفوا هنا احط اه القرآن القرآن استبدال الكل نعم تقد استبدال جميع الملفات طبعا هذا بالنسبة الورد وايضا فيه اللي هو الاكسل نفس الطريقة نفس الطريقة هنا نروح للملف عفوا نروح للشريط الاساسي من هنا ونروح بحث وتحديد استبدال من هنا ونفس الطريقة مثلا نستبدل صورة مثلا صورة نستبدلها ب مثلا القرآن مثلا مسافة استبدال الكل تم استبدال جميع الاشياء الموجودة هنا وايضا نقدر نحذف نفس الطريقة اللي في وورد طيب عدم حفظ مثلا هنا ايضا نفس الحكاية من هنا الشريط الاساسي او الشريط الرئيسي استبدال مثلا خنقول صورة استبدالها ب مثلا واحد واحد اثنين مثلا على سبيل المثال مسافة طيب نحط استبدال الكل لقد نجحت واستبدلت 114 يعني كلمة واني سهلة جدا جدا سهلة ونصل في ختام حلقتنا هذه وشكرا لكم على الاستماع وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله الباقيات الصالحات اشتركوا في القناة